شوفي الحرمة الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست حاجة كده غير اللي انت عملتي خالص أحسن تفتكري عامك منك حطتش عباية صودة على جدتك بانتش واحدة مننا ولا حاك وأنا أبقى واحدة منكم ليه؟ هو أنا هكمل باقي حياتي هنا أنا شوية ومشية ومشي ومش عايزة خالصة أبقى بيئة وبلدي بالمصدر المؤرف بتاعك ده يا اختصلي عنابي كده وتشابلة زي الرأس لا انت بحصلة بنت زوتة ولا عارفة بنت بالت ماشي وأبقى بنت بالت ازاي بقى يا بروفيسورة أيوة كده ركزي بقى معايا وفتحيلي مخك النور ده تفضلي شوفي أول حاجة حتي اصبع الروج تب الروج يعني أيوة هاتي أهو بص أما تيجي تحط أحمر متلحسوش كده زي ما بتعملك أنك بتقطعي من جلدك ولا خايفة عصابة لا ادهني بزمك ده هو عشان لحمر يبان في السحناتك أوريك ازاي استنى شوف ها ايه رأيك ايه ايه القرف اللي انتي بتعملي ده قرف ايه يا اختي اختصلي عنابي بطالة هناك خلينا خلص ولم كمنش الدعيس مش خلاص تعالي تعالي بتستلى يلا أيوة كده بص شايف البودرة دي دي ما تسميك منها خالص دي اختراع فاشل مالوش لازمة الكلام ده ميجيبش همه هو نفس السوبة تلاياتي كده وشك منه يمين وشمل وتقومي عاملة كده هو يوم اللي احمر يبان في السحنات تلاياتي؟ ايوة تدهني يا يعني بصها وارك ازاي برضك ها ايه رأيك انتي مالك ومالي الميكوب انتي اللي زايك يحط ميكوب ليه ايه اللي مالي ومالي الميكوب ده ده انا موردش حريب الحرة كلها يكشو بس انا اللي بكافي ماليش في المرقعة اصره هاتي ده هاتي ده هتبوزيه اما تيلي تحطش كحلة ولا ألاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده هو تبعمل زي عين البقرة ماشي؟ بقرة اه ولو عرفت اضرب شعرك اوكسجين يضربيه بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جاه من تركيا اوكسجين ده بيحرق الشعر ما حطت هايلايت وخلاص ايه؟ بقولي كيه اللي مقوله تعمليه يلا كميلي خلاصيني اما تيجي بقى تتكلمي ام املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك انا مش فاهمة ولا كلمة باللي انت بتقولي ايه حنكك ويهيبك ويسبب بيتك باقك يعني يعني رياح الكلام في باقك وتفتحي شفاتيرك كده ما تقفليش باقك كده والدميك انك محزوقة زي ما بتعملي كده بصي طيب انا هفاهم يا قولي كده اختي اختي احشوف لا ما ينفعش كده هوا تقولي اختي قولي منطقتي كده منطقتي لا احشوف برضك لا ما ينفع قولي منطقتي منطقتي ايه بنتي قادر ايوا كد بصي بقى لو حد زود معك بالكلام هيت بيفيشه زي وابور الجان قولي له ايه عشان يخاف مالك مش عايزة اتعلم الزفت ده انا مش عايزة الزفت ده هاتي غيره ايه ده طب انا مش مكملة الده خلق بقى اللي اكتعلي خلاصيني يلا ماشي اما تروحي بقى للخياطة تقديل على العبايات كلها تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يوموا يتجاقوا ثم اما تنزل الشارع تبقى حرمة كده فرضى دهرك كده هو جسم في مرسوم ثم ساعتها ايه بقى الرجالة كلها هتترمى عليك وانش ولا اتعبريهم ولا تجوم ريء نظام ايه شواء ولا الدواء ولو بس حد ازود معك عن بص بصة بس تبغط اشبلك من رجلك على ايدك كده على طول الرجالة ماتوا في الحرب مفيش حاجة هتحميك إلا دراعك انا مش عايزة هتعلم حركة شب شب دي خالص بقى لا مفيش حاجة اسمها كده هتتعلم خد شب لا ما مش عايزة ده امسك يا من بقرف مش عايزة امسكه ياختص اعملي شب شب كورين استاني استاني هاتي ايديك ليه اجبيت اخلاص اعمليها الوحي مش هعرف عاملها استاني انجازي يالا انت اي هو ده هتكفي على وشك انا خلاص مش عايزة بقى بيئة وبلدي وكل حي مش عايزة اتعلم خلاص طب انا حقق علي انا مرحل في حسي ما لقب ازي الساعة ما تقول لاعب مرحل في حسي ما عب刚 بي인데요 انا مرحل في پرها انا مرحل في البدر ومن رؤى في هذه المحتض اهلا ايوه حضرت الفلوس يا دكتور فلوس ايه فلوس ايه فلوس الورق اللي قلتلك عليه خمسة مليون دولار انا معيش من أبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك الورق اللي معايا يهمك ويهم ناس حبيبك دي مسألة حقيقة وموت ليك والناس كتير واللي انا طالبه ولا حاجة جنب اللي معايا اول حاجة تقولي الورق ده في ايه ولو انا مهتم بيه لازم تديني شوية وقت عشان جمعلك المبلغ اللي انت شايف ايه اول هام تديني مئة ألف جنيه عشان اقولك الورق ده في ايه ماشي اقولي ازاي وامتى احددلك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتورة ادخل نادر يا نادر ايه اللي انت عامله ده عبو طالب بيه والبش مهندس طارق عايزينك ولتولهم ان انت نايم قالوه لا انه دخله دخل ايه ادخلوا هنا ايوا هنا ايوا هنا الله وانا غريب ولا ايه ايه طيب عايز حاجة شكرا هنزنوك بضالي شوف بقى نادر انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر انها مسمحلكش انك تدمر حياة بنتي هايدي واخنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه وانا مش قلتلك مش هكمل في القضية دي انت بتضحك علي ولا بتضحك عنافسك روحنا المحامي تاني المادام هربانة ومطلوبة مينفعش اتوكل محامي تاني بعدين احنا ما نعرفش حد غيرك وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني بعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظة زي دي بالبساطة دي يا سمع بقى نادر انت قعد بتتدلع واحنا صدرنا عليك كتير واحنا مش نايمين على ودننا احنا صحين قوي بعدين س Gasturdت انت محامي وبترفهم في القانون فانا مهندس و بفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج و واضحك ده مش مريح بالنسبالي وانا عمرنا استريحت انا خلاص خلاص يا نادر خلاص ايه عم ده عبي حاشش آه يعني انت دو عatsh كامل القضية ولا حتصيب هايدي يتتحبس اه انا عايز اقولضلكم على حكتين مهمين هايدي مش هتتحبس طول ما أيا هربانة مش هتتحبس إلا بقى اي اذا سلمت نفسها gentle تقابض عليها تاني حاجة والأهم أنا كمحامي بقولك أنت لو جبت لها ساحر مش بس محامي برضو القضية لبساها لبساها مفيش أي مخرق قانوني احنا نجيب ساحر منين بقنا يا عم يعني حتكبن للقضية ولا لأ لأ قلتلك يا عمي ما تضيعش وقت معاه هاي دي كم معحق اسمع يا نادر اعتبر الحرب بقيت بيني وبينك وانت ما تعرفش طرق الصنهوري لما بيحارب بقولك يا طرق صنهوري ايه ما تاخد نفس تهدي نفسك بشوية مش كده يا أختي المريات كلهم جايرة النسوان بتشوف نفسها في المريات باعث تقدر بروحها بالجزمة بتوعشه بكتر معه ومحشية بقولك إيه بيروح الرجل بتاع الكلماته وليه الكريم ده خلص عايزين منه تاني قوعة تنسي كماني صباح الفل أهلا لسه فاكر لسه فاكر قلب يدي اخلص هيمة عاوز إيه عاوز أحلق نعم يا أخوان ما تروح تحمل هل تنفل عنوان يا حبيب هنا حلاق حريم يا سيد الرجال ما كله شعر يا كوريا وكمان حاسك هتحليلي أحسن من أي راجل اخلص هيمة هتطفش النسوان أكتر ما يتفشانا يعني تقولي يا أي واحدة دلوقتي يا ودخل تلينتني بحلق الراجل وليلهم خطيبي وبحلق لو أنا غريب طلعي برا يا شاماق وردي الباب وراك ما تدخليش حد حد ما تبطل دلع بقى وتقولي عاوز إيه وين المشكلة لما تدل عليكي أنا عاوز حلقة حلوة كده عشان لما امشي جنبك عبقى أحلى منك والبنات تعطي بص باص متمشي جنبي لا إن شاء الله تلسه قافشة ولا إيه شوف يا هيمة انت طول عمر دبلتك في إيدي ولا بحس بيها كأنها حتة من لحمي بالزلق بس البراتي بقى من ساعات ما لبستها وأنا حاسة إن أصباحي وجعني يا إبراهيم عشان قلعتيها يا كوريا كبداكي ما يتقلعلوش دبلة وجعني يا هيمة وجعني يا شاباتش عارفة رياحوا من ناحيتك ما عدتش مقامنالك مش متطمنالك كده حاسة إن في أي وقت هتجيب سكينة تلمى وتغزها في قلبي أنا عمر محد ملعيني غيرك يا كوريا حتى نوال إن أولدي أنا مخدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها مسلاة يا خلوش يا راجل فيها يا أوليها طلعي بره طلعي بره يا الأوليها المجنونة نيه فضحتنا أنا عمري لا حبيت ولا أحب حتى زيك يا كوريا